بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين هذا غداننا اليوم اليوم عملنا مكارونا بالخضار والدجاج بصراحة المكارونا الكل يرغبها والكل يحبها وهذه بصراحة لذيذة بالمرة عملنا معاها عم تبه البذنجان القديم اللي ما في زبادي وما في إضافات الطعم البذنجان القوي اللذيذ اللي بالخل والليمون والكمون عزينا شوية طماطمه وبقدونس وسنوبر كم حبة رمان طعمه يجنن بصراحة الطعم القديم الحلو والمكارونا عاد ما شاء الله تبارك الرحمن هي الطبق الرئيسي بالفلفل الألوان وبالزيتون حطينا معاها زيتون أخضر وزيتون أسود وماشروم كله ستشوفونه إن شاء الله هذول الاثنين مع بعض يجننونه وعملنا شراب البايناكولادا بايناكولادا الحين صار مشهور أنا ناس مع حليب جوز الهند أو كريمة جوز الهند الموجود كله سحط لكم هذا هو ما شاء الله زيناه بالكرز الباذنجان كيلو باذنجان كيلو وربع تقريبا طحينة ليمون خل أبيض طماطم مقطع وبقلون السناعم وصنوبر ورمان للتزين كمون وفلفل أحمر حار شطاء وشوية كزبراناشفة وملح هذا الثوم نطحنوه بهذه الآلة أو دقوه داك بالهاون أو بشروه بالمبشرة الموجودة الباذنجان نحط شبك على الفرن على الغاز ونحط الباذنجان نفضل نقلب فيه مدة لما يسوي التمام تمام يطلع طعمه يجنن هذا اللي يعطي الباذنجان الطعم الحلو التدخين السموكي بعدين شايفين نقشروا كده بالملعقة وبعدين مسكين صغيرة لأنه الملعقة ما تكفي نشير كل القشرة السودة يعني اللي يحطوا في الفرن ما ينفى ما في طعم أو اللي يسلقوا في ناس يسلقون الباذنجان واللي يحطونه في الفرن صحيح يصير لين بس ما في طعم سموكي ما في طعم التدخين هذه الطريقة القديمة اللي كانوا يعملونها حتى كانوا زمان حطونه على الفحم يطلع يجنن ما شاء الله اللي يقدر حطوا على الفحم أحلى خلصنا شايفين هذا الباذنجان الحين نخلط الليمون نحط الطحينة نحط الخل نحط الثوم حط كمون كزبرة فلف الأحمر حار وملح نقلبهم تمام تمام إذا شفنا سميك سميك زدنا الليمون شوية شفنا خفيف زدنا طحينة شوية قوامه لازم يكون سميك طعمه بصراحة رائع مع الكمون والليمون أنا حسيته خفيف زدته شوية طحينة إنقلبه تمام شايفين هذا قوامه لازم يكون نخلي على الجنب الباذنجان ثلاثة منهم نخلي الراس ونهرسهم بالشوكة يعني هذا للتزيين عشان اللي يشوف الطبق يعرف إنه هذا متبل باذنجان يشوف راس الباذنجان يعرف إنه متبل باذنجان نحطه في صحن التقديم ثلاثة نعملهم به هالطريقة اللي ما يبغى مو ضروري يعملوا كله يهرسوا مع بعض ما في مشكلة بس يعني أنا حبيت أعطيكم أفكار جديدة اللي يحب يعملها يعملها واللي ما يبغى مو ضروري طبعا الحين نهرس باقي الباذنجان بالشوكة نهرسه تمام تمام دائما الباذنجان بهالطريقة يطلع ألد أفضل مما نطحنه بالماكنة يصير ناعم كأنه بيبي فود بالشوكة يفضل فيه قطع ويطلع طعمه مدخن نخلط معاهم العاكتين ثلاث ملاعق من الخلطة نقلبه تمام بعدين نحطه بين الباذنجان اللي مساعة هرسناه وحطناه في الصينية اللي شفتو يعني شايفين نحطه بينه باقي الخلطة كلها نلبس فيها الوجه خلاص نعملها طبقة فوقهم وبالشوكة نحاول انه يتخلل الباذنجان الخلطة نلبسها تمام شايفين بالشوكة نغزه عشان يدخل جوا الباذنجان كله نرش فوقه زيتون باقدونس سنوبر محمد رمان طماطم مقطعة عندي مخلل بصل صغير حطيته بينهم الحين الماكرونا أي نوع ماكرونا دجاج مقطع أفضل صدور بصل فلفل الألوان زيتون أخضر وزيتون أسود مشروم معلب وبهارات كلها نقولها مع بعض وطحين وحليب وكريمة وجبنا للبشمل جبنا مثلثات وجبنا شدر ومعاهم جبنا شوية مزرلة الحين نغلي موية نحط معها شوية ملح وزيت بس تغلي تمام نسقط الماكرونا لما تسوي الماكرونا تمام نصفيها بالمصفاية وخليها على جم نصاخن زيت في مقلاية عميقة أو قدر نقلب الدجاج أما يتغير لونه يصير لونه أبيض بس يعني ما يسوي تمام بس يتغير لونه للأبيض نضح شبهارات اللي عندنا شوية سب أبهارات شوية بابريكا فلفل أحمر حار شوية كمون كزبرة نقلبهم تمام نحن نبغال لونه يكون أحمر عشان كده نكثر البابريكا البابريكا اللي هو الفلفل الأحمر البارد نحط الملح نقلبهم تمام فلفل أسود طبعا ما ننسى نقلب تمام تمام بس برضو ماسوا 100% هنشيلهم الحين و هنزيد زيت في المقلاية عشان ننزل البصل وباقي الخضار ما نحطوا معاهم الحين لا نشيله يعني هو السوى الحين 3-4 سوى مو تمام ولسه لا تنسون ان نحن نحطه في الفرن مع المكرونة حيكمل السوى يعني فاحنا مو من الحين نخليه يسوي تمام يسرقاسي بعدين نشيله في نفس المقلاية على نفس البهارات نزيل الزيت عشان نكسب بطعم البهارات في الزيت نحط البصل المقطع طويل نقلبه لما يذبل شوية نحط الفلفل الملون أحمر وأخضر وأصفر أو برتقالي الموجود عندكم يعني حلو الفلفل الألوان يعطي لون ويعطي طعم حلو برغو مقطع مثل البصل نقلبه تمام يذبل بس مو مرة يعني يصفر لونه لا يذبل نحط له الدجاجة الحين نرجع له الدجاج نحط له الماشروم نحط له الزيتون الأخضر والأسود ونزيد البهارات نفس البهارات اللي حطيناها في الدجاج والميل نزيدها لأنه البهارات الخضار تحتاجها الحين خلاص صارت عندي الخلطة جاهزة أفضل أني الحين أحطها على مصفاية ينزل الزيت الزايد إذا فيها موية تنزل ما نخرب لي بعدين مكرونة في الفرن هنا بعد ما نحطينا الزيتون والماشروم نحطها في مصفاية نصخن هنا زبدة وزيت نحط له طحين نقلبه لما يصفر لونه نحط الحليب نقلب تمام تمام لما يسمع قوامه يعني أنتو تعرفون البشاميل بس في الإعادة إفادة نحطها الحين ثلاث قطع جبنة مثلفات تعطي طعم مرة حلوه لذيذ يعني أربع قطع بس مو يعني ضروري ورشة ملح رشة فلفل أبيض إذا ما في فلفل أبيض حطوا فلفل أسود نقلب تمام وطبعا حطينا الكريمة لا تنسون الكريمة كلها حتكون ماتوبة في صندوق الفصف إن شاء الله خلاص الآن عندي الماكرونة جاهزة الحشوة جاهزة البشاميل جاهز شايفين هذا قوامه والجبنة عندنا جاهزة الآن نبتدي نطبق الطبخة في صينية التق اللي حندخلها الفرن ونقدم فيها الأكل نحط طبقة رقيقة من البشاميل ونفرشها على قد الصينية يعني طبقة رقيقة مو طبقة سميكة شوفت عينكم شايفين كيف كده طبقة رقيقة نحط فوقها طبقة مكارونة ما تكون سميكة كثير ما نبغى المكارونة تكون مرة مرتفعة نتبهوا يعني برضو هنا نحط طبقة رقيقة الهين هتشوفون أي نوع مكارونة سباقدتي أي نوع عندكم مكارونة نرشها شوية كم ملعقة من البشاميل ونرشها الحين شوية من الجبنة النوعين المزارلة والشدر خفيف خفيف كله خفيف خفيف ما نكثر الحين نحط الحشوة كاملة شايفين كيف الحشوة شكلها يجنن الدجاج والفلفل والبصل والزيتون بصراحة طعمها رائح الحشوة كلها نحطها الحين نحط فوقها برضو مكارونة طبقة مكارونة لما تتعبى الصينية ونغطي الحشوة تمام بس انتو شايفين مو طبقة مو طبقة يعني سميكة بعدين نحط فوقها ببقات البشاميل نرش الجبنة الجبنة المزارلة والجبنة الشيدر على الواجه لما تتعبى ندخلها فرن وسط حوالي 45 دقيقة ساعة لما تحمر هنا عندي العصير اللي حنعمله بينكولادا علبة اناناس اللي مع الموية حقته يا حليب جوز هند يا كريم جوز الهند وعصير اناناس هذا هو بس وهذا الكرز للتزيين وعندي اناناس فرش حطيته بعد للتزيين قطعت منه شوية وزينت الكرسات وثلج اذا حسيته يحتاج سكر حطوا من العقم العقتين سكر الحين هنشوف كله مع بعض انا عملت نص المقدار هذا حطيت علبة الاناناس هذه فتحناها مع الموية حقتها وعلبة اناناس هنا علبتين اناناس للصغير العصير الاناناس اللي مكتوب عليه طبيعي بعدين نص علبة كريمة كوكونات وثلج بعدين حسيت انو الثلج احتاج جاي السكر حطيت ملعقة ونص سكر خلطناه تمام تمام هذا هو الثلج حيدوب معاه ويعطيه قوام ثقيل وطعمه جنن ما يبغاله اشياء كثيرة هو الاناناس مقطع مع الموية وعصير الاناناس اللي مكتوب عليه طبيعي تقولوني نحط اناناس طبيعي لا هو كده اللي معلب احسن نوازعه في الكاسات وزينا بالكراز الشيري وحطينا الاناناس على حفة الكاسة عشان يبين ان هو عصير اناناس والف عافية ربي لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب كل يوم تابعوني كل يوم في اشياء حلوة وطبخات لذيذة ان شاء الله الله معاكم والف عافية يا رب هذا المكارونا وهذا العصير يبرد على القلب ويهضم وهذا المتبى العاد المتبى القصة ثانية بصراحة ما في الاذ منه